من اختار عبدالقادر الدخيل ليكون محافظ بهاي الوقت ما بين عزل نجمة جبوري وقاد المحافظة بالانتخابات كان اختيار صحي هيك عبدالقادر لأول مرة بغداد وسياسيين بغداد يختارون الرجل المناسب في المكان المناسب لأول مرة بس نجي بترتيب سياسي يعني ما اجه من ال هو هاي سياسة هو هاي سياسة كانت تخطأ اليوم اصابت لأنه عبدالقادر الدخيل جابها بكل المناصب مدير بلدية قضو لجنة اعمار رئيس لجنة اعمار اشراف على تنمية الاقاليم لجنة العليا بهية الاستثمار ورجع محافظ واخدها اعتقدهم شوي اشتغل مستشاره معاون محافظ مينوى من رشحهم؟ رشحك محافظ؟ اي من خلان محافظ على نينوى تسع وتسع اي مو مية بالمية محمد الشيح السوداني محمد الشيح السوداني? اي هاي مقاعد اشقر مقاعد نينوى? قصدك محافظ بالأول لا نوعي بالانتخابات لا بالانتخابات حسابية اه بالانتخابات هذا غير موضوع اي لا 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 اي دعشير اغتش شو جريلا اعجبا اولا شون موضوع أسعد العيداني بالبصرة هو صاحب كتلة عليا أغلبية وعندك الدكتور أسعد عدنان فيحان صار محافظه ومو موحظه مجلس نفس الشي صار ابنينوه شنو اللي كان لازم يصير السير حرب مو حرب يعني اسلاح وما اسلاح عندك نجم امرشح ابنه جاب خمس مقاعد عندك الديمقراطي كان كل الانتخابات يأخذ 12-13 مقاعد جاب أربعة وعندك الباقين إطار أحزاب الإطار كتلة الإطار اللي نزلت ابنينوه بعدة أحزاب بعدة كتل نبني وحدباء أهلنا جابتي داعش مقاعد مجتمعين والموضوع ما ما ليصير متوافق أقصد متوافق ما ما ليصير انتخاب على الأصوات يصير محافظ ما تصغير شي موضوع مستحيل اللي صار لأنه نينوه لأنه نينوه لأنه نينوه ترى مرتبطة بكاركوك عارف شنو راح يصير بكاركوك ها وكاركوك مرتبطة بدياله ودياله ترجع على صلاحك لأن لذلك صار محافظ محافظ كردي على كاركوك بعد ما صار لا صار مشوه بيام تمشوه مشوه تفقوا عليه صار تصويت عليه لا بعد احنا بعدنا لأنه قل ما راح يصير كردي بس يشطيني بسريعا نينوه 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 هذا شوفيش قال له لهم نينوه تسعة وعشرين ايه تسعة وعشرين مقعد صحيح الاطار بأحزابه وكتله جابهوا يداعش مقعد للعلم من اللي داعش مقعد بانيطار سبعة سنة صح مو كله شيعة سبعة سنة أربعة شيعة صح والباقين متفرقين مقعدين ومقعد ومقعدين ومقعد فقط نجم خمسة والديمقراطي أربعة وحيال على القوم تعالوا شنسوي مال احنا نجيب من الاطار واحد من كتل وحزاب الاطار وصير محافظ ما راح يقبلون منو يجيك تكمل على الخمسة عالخمسة عش حتى تصير نصف زائد واحد نعم ما رهمت يعني تقريبا سياسيا شعبيا ما راح ترهم فاشقلوهم الاطار احنا المحافظ من عندنا وانتو الباقي يوزعوه بينواتكم وخاذا اللي صار هذا اللي صار الديمقراطي أخذ نائب نائب الاول اللي هو نفسه اعرف ايه نفسه صار له 8 سنين صح نائب اول وافقوا لأنكو شي بكركوك وكو شي بديالة اللي بعدين حدنا ما نحلو شنو اللي صار شنو اللي صار كركوك اش قد كركوك اش قد عدهم كركوك عدهم 16 مقعد مال كركوك 6 عرب طالعين واثنين تركمان صارة وثمانية ينرادلهم مقعد واحد الباقي متفرقة العرب والتركمان منتفقين انه الأحزاب ما تدخلوا الكتل ما تدخلوه مهددين بكتب رسمية صح صح مهددين أحزاب ما كنت لهم تدخلون تفرضون علينا نتفق مع فلان حتى يجي فلان ترى قبل منستقيل إذا انت قاسم رجح كول مغانم رجح بط دور رجح هاي كنت طبعا رجح رجح